يجب أن أتوجه بخالص العزاء لأسرة العزيزة نجوة قاسم الحياة العزاء ليس فقط لأسرتها من أهلها فكلنا كنا أسرة واحدة ولكن الأسرة الأكبر هي المشاهد أسرة الحدث أسرة العربية رحيل نجوة كان بالنسبة لنا خبر صادم جدا واحدة من أهم الإعلاميات في العالم العربي نجوة كانت تمتلك أدوات لا يمتلكها كثير من الإعلاميين وده كان مكمن إعجبنا جميعا كمشاهدين وكإعلاميين زملاء بأداءها الصحفي كانت تعرف في الشأن اللبناني بنفس عمق معرفتها في الشأن السوري أو العراقي أو الجزائري أو السوداني أو التونسي أو حتى المصري لما بتتابع برنامجها كنت بتشوف السلاسة اللي بتنتقل بيها من مكان لآخر من خبر لآخر ودي مش قضية سهلة وكانت بتناقش ضيوفها بنفس العمق وكأنها تعيش بينهم على أرضهم وتعرف دواخلهم خسرها الإعلام العربي وخسرناها في العربية وفي الحدث لكن محدش كبير على الموت وستبقى بصمة نجوة قاسم مكتوبة في الصحفة العربية بحروف من نور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر